متبعتنا مستمرة معكم أعزائنا المشاهدين والآن إلى موجز الأهم وآخر الأنباء وشروع عمد شكرا لك إلهام أهلا بحضراتكم وموجزة سابعة من التلفزيون المصرية يواصل الناخبون الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 وأعلن المستشار أحمد بن داري مدير جهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات أن الهيئة طلقت ما يفيد بوجود إقبال كثيف من جانب الناخبين على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات مشيرا إلى أنه لم تكن هناك تم تشكاوى من شأنها عرقلة سير العملية الانتخابية وبدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لجانو الاقتراع على مستوى محافظة الجمهورية أعمالها في استقبال الناخبين وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل ويستمر التصويت من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء وتم تحديد يوم الثالث عشر من ديسمبر لانتهاء عمليات الفرزي وإرسال المحاضر للجان العام أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان في بيان أن الهيئة تتابع على مدار الساعة انتخابات رئاسة الجمهورية وأوضح البيان أن التقارير الصحاطية والإعلامية الأجنبية والمصرية التي تتابعها الهيئة أشارت إلى أن العملية الانتخابية تسير في مختلف أنحاء الجمهورية بصورة منتظمة ولوحظ وجود كثفات كبيرة أمام مراكز الاقتراع منذ الصباح الباكر وأضف رشوان أن هذه التقارير أكدت أن جميع الجان الاقتراع الفرعية قد فتحت أبوابها للناخبين دون استثناء واحد وذكر رشوان أنه يشارك في تقطية هذه الانتخابات 528 مراسلا صحفيا لوسائل الإعلام الأجنبية من بينهم 426 مراسلا ترجمة نانسي قنقر هذا وتواصل غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية متابعة ورصد عملية التصويت من خلال فريق متابعة من حوالي 20 ألف متابع ومتطوع وقامت الغرفة بمتابعة ورصد عدد 7630 لجنة في 27 محافظة حيث لم يتم رصد أي مخالفات أو تجاوزات تؤثر على سير العمليات الانتخابية ورصد متابعة تنسيقية زايد الإقبال في معظم المحافظات بما تم رضو تفقد عدد من منظمات الدولية للجنة الانتخابية في عدد من المحافظات لمتابعة سير العمليات الانتخابية تقدم تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا بالشكر والتقدير للشعب المصري على المشهد الديمقراطي والنذول بكثافة غير مسبوقة لاختيار من يمثلهم في الفترة القادمة لرئاسة مصر وأشار بانو التحالف إلى أن نزول الشباب والمرأة ودوي الهمم والرجال بهذه الكثافة لاختيار من يمثلهم هو دليل على أن الشعب المصري يمتلك القدر الكافي من الواعي وحب الوطن انطلقت أعمال ائتلاف نزهد الدولي المتابعة أول أيام التصويت في الانتخابات من خلال فريق متابعين أجانب ممثلين عن 34 دولة وشهد المتابع الائتلاف كثافة عددية أمام أغلب مقار التصويت كما لحظة الائتلاف وجود تسهيلات لكبار السن ودوي الاحتياجات الخاصة مع توفير بطاقات مصنمة بطريقة برايل لمساعدة أصحاب الإعاقة البصرية في ممارسة حقهم الانتخابية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تتعامل مع كافة الحملات الانتخابية بحيادية تامة وتقوم بتغطية العملية الانتخابية من خلال قنواتها العامة والإغبارية من أرض الواقع ومن خلال كاميراتها المنتشرة في نقاط متعددة على مستوى الجمهورية ورصدت غرفة المتابعة أغبارا مغلوطة عن منع بث أو منع أغبار بعينها سواء لمحتوى معين أو رصد لحشود أو مشاهد معينة للناخبين والمؤيدين للمرشحين الأربعة وبناء عليه تنفيذ شركة المتحدة للخدمات الإعلامية مثل تلك الأغبار المغلوطة لتؤكد الالتزام الإعلامي بالأكواد الإعلامية وما يتصق مع القواعد المنظمة للعمل الإعلامي وكافة مواد الدستور أدل المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024 وذلك في مقر لجنته الانتخابية بمصر الجديدة كما أدل المرشح الرئاسي فريد زهران رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي بصوته في مقر لجنته الانتخابية وأدل أيضا المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بصوته أمام لجنة الانتخابية ممدرسة بدر منطقة الدقي في محافظة الجيزة كما أدل المرشح الرئاسي حازم عمر بصوته في الانتخابات الرئاسية بلجنة سيزم نبراوي بتجمع الخامس وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي كل التحية والشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على مبادلته من مجهودات خلال سير العملية الانتخابية جاء ذلك خلال التصريحات رئيس مجلس الوزراء عقب إدلائه بصوته الانتخابي بالانتخابات الرئاسية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث أكد مدبولي أن هناك تاريخا جديدا يكتب لمصر بعد تحويل العاصمة الإدارية لواقع على الأرض نهاية موجز السابعة تغطيتنا الحية والمستمرة من القناة الأولى ما زالت مع حضراتكم وإليك إلهام شكرا لك يا شروع